عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابي اجتماعها الثاني للتحقيق في ملف شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية منذ حالة الملف في منتصف شهر شباط من العام الماضي واستمعت اللجنة التي عقدت اجتماعا برئاسة النائب حسن العجارمي إلى مدير عام الملكية السابق سامر المجالي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الشركة المحال من مجلس النواب إلى لجنة الخدمات العامة والنقل للتحقيق فيه واكد العجارمي أن اللجنة ستبذل قصار جهدها من أجل خدمة المصلحة العامة انطلاقا من الدور الرقابي المناطبها وبين أن اللجنة وبعد الانتهاء من مرحلة التحقيق من الجهاد ذات العلاقة ستقدم تقريرا مفصلا إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراء المناسب